جلس التابعي الربيع بن خثيم مع زوجته في يوم من الأيام، يتبادلان الأحاديث بعد يوم طويل من العمل والعبادة، فقال الربيع يا زوجة العزيزة، هل يمكنك أن تصنع لنا خبيصا؟ والخبيص هو المعمول بالتمر، وهي أكلة لذيذة، فقالت زوجة الربيع بالطبع يا ربيع، سأقوم بإعداده على الفور، ولكن لاحظت أنك نادرا ما تطلب شيئا خاصا مثل هذا، هل هناك مناسبة معينة؟ فسكت الربيع وانصرفت الزوجة، وبدأت في إعداد الطعام، وبعد ساعات قليلة انتهت الزوجة من صناعة الحلوى اللذيذة، وجاءت بها إلى الربيع وقالت ها هو الخبيص جاهز يا ربيع، أتمنى أن يعجبك فقال لها، جزاكم الله خيرا وأحسنت صنعا سأرسل بعضا منه إلى جارنا المسكين الذي به خبل فقالت له زوجته ولكن يا ربيع، لقد بذلت جهدا كبيرا في تحضيره، وهذا الرجل لا يدري ما الذي يأكله فقال الربيع، نعم، هذا صحيح، ولكنه يحتاج إلى هذا الطعام أكثر منا لإدخال السرور عليه، وإن كان لا يدري، فإن الله يدري فأجابت الزوجة بإعجاب واحترام أنت محق يا ربيع، سأساعدك في إرسال الطعام له فأخذ الربيع بن خثيم الطعام إلى جاره المصاب، وجلس بجانبه، وهو يلقمه واللعاب يسيل من فمه، والربيع يبتسم له تاركا أثرا طيبا في قلب زوجته، وقلب كل من سمع بحكايته، رحم الله الربيع بن خثيم وزوجته، وكل من صنع مثله، وأدخل السرور على الضعفاء والمساكين